في مقابلة مع قناة اليوم حذر الطبيب الإسباني بيدرو العامل في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد بمناطق شمال شرق سوريا ضمن منظمة نيس الدولية من تزايد أعداد المصابين بالفيروس في ظل عدم الالتزام بإجراءة التباعد الاجتماعي الطبيب الإسباني اعتبر أن استمرار التجمعات الكبيرة في مناطق شمال شرق سوريا دون الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة يزيد المخاوف من انتشار كبير للمصابين بالفيروس المستجد الأمر الذي يجعل فرض حظر كامل للتجول مطلبا ضروريا بيدرو أوضح أن منظمة نيس سجلت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 130 حالة إصابة بالفيروس في مناطق الشمال السوري داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات لمنع الانتشار الأفقي للإصابات عبر الالتزام بارتداء الكمامات ومنع التجمعات الكبيرة بما في ذلك الأعراز والجنازات الطبيب الإسباني أشار إلى أهمية نشر الوعي الصحي بين السكان والتوعية بضرورة التوجه إلى الطبيب عند شعور بأي أعراض لكورونا من أجل الخضوع للاختبارات الضرورية والحصول على رعاية طبية مناسبة الأمر الذي يساهم في حصر أعداد الإصابات ومنع الانتشار الكبير للفيروس كما نوها بيدرو إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه مناطق شمال شرق سوريا فيما يتعلق بالحصول على التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا واللقاح اللازم لمواجهة الفيروس في ظل عدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة لتأمين اللقاح